كما كشفت فلايدوبي ايضا انها نقلت ما يقارب من 5 ملايين مسافر خلال الفترة الممتدة ما بين الاول من يناير الماضي وحتى 28 من ابريل مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 13% وقالت الشركة ان شبكتها توسعت حاليا الى اكثر من 125 وجهة في 58 دولة كما انها بدأت بتسيير رحلات لخمس وجهات جديدة منذ بداية العام 2024 وقد اكدت الشركة بانها مستمرة في الاستثمار في تطوير منتجاتها واطلقت مشروع تحديث الاسطول لتعزيز تجربة العملاء